مرحبا بكم في مجلة الأحد ومعنا اليوم الأستاذ والفنان والقامة المؤسسة لفرقة النقار الأستاذ والفنان السورية بشرى بتحدثنا أن النقارة وفرقة النقارة التي تأثست منذ عام 1945 أكثر من خمسين سنة وما ذالت النقارة في شمال دارفور بتغني بالسلام والتنمية والوحدة والليلة نحن نسمع قصة النقارة من الفنانة السورية بشرى الفرغديد أسست كيف أستاذ السورية وكنت كان بسنة كمبضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله كل سنة ونجي نلقاكه طيبين وتامين وما ناقصين والله فرقة دي كانت يعني أنا كنت صغيرة عمر سبع سنة بنغني في الفن الحديث وبعد ذاك شاني بربو أنا وحور رمضان وشاني بربو وداني أنا الإعلام الشعبي ده أها شغالين في النقارة طبعا النقارة دي ما نقارة عرب براها في مساليد وبرقو وزقاوة وفور وتامة يعني إحنا زي تسعة فرقة كده والفرقة دي شغالة لكن يعو في النهاية الحروبات والمشاكل دي وبرضه منغني عن السلام ومنقوله عن السلام والحروبات دي خلتنا أن إحنا نجيب من الفرق لكن فرقتنا ليلة ومن الليلة برضو شغالة يعني هسا في العيات بتشتغل في حي الصورة شمال جنوب بتشتغل هناك عندنا ولدنا ديه وربنا يطول في عمره يضي الرحمة وجاهد حمدان شغال في النقارة دي والنقارة دي شغالة وبعد ذاك عندنا إسحاق السنوسي برضو شغال في النقارة دي يعني الحمد لله أن إحنا قاعدين شغالة هسا قاعدين في النقارة دي ما في زور النقص في ناس الكبارة اللي أسسوا هم ماتوا لكن الحمد لله الشباب هسا قاعدين بدقوا النقارة مشاركتكم كان كيف محلية وقومية وعالمية شاركتوا بشنوين وفي أي دولة كانت أن إحنا شاركنا في أم جمينا في تشات ده نمرة واحد جينا من أم جمينا معنا عبد الحميد الشنقيطي كان وكداك أنا صغيرة تاني ياهو مشينا مدني مشينا القضارف ياهو مشينا الخرطوم معرض الخرطوم الدولي معنا ستنا عبد الرسول قال الله عمرها وسعى الزكريا الحمد لله مشينا شو لو عز الحاجة المرحومة دي برضو أن إحنا مشينا برضو معرض الخرطوم وجينا راجعين والله أن إحنا قاعدين نغني طبعا هذا من كان ياهو ناس النهب ومن نعب بقول لك يا النهب الغدار كله لها جمدار بوليس تديش رجال يسد لنا التار. تانيا بيقول لك يا صندل الأصم ينشققه وبينشم دارفور مشي لهم ولا لفرح كتم. ياهوان إحنا قاعدين نقوله. تانا عن السلام وكدا يزكر إلينا حاجة عنه. الله السلام ده طبعا هو كتير يعني ما ما يهوب قول لك سلامنا يوم ما اجيه ودارفور اعتزت به. انتي بتناشد الحكومات والجماعة ده عشان فرقتكم دي تاني تتطور دارين شنو عشان تاني تتطور. والله ان إحنا زمان فرقتنا دي بربو ماسكها الحمد لله رحمه الله ماسكها بكسونا بيجوه لنا لبس بيجوه لنا تياب بيجوه لنا جزم. لكن هسا عدان احنا بزيلا طيدينا مكشع شبل حبل بنمشي بنشتغل وبعد نشتغل بيفقونا جوهيتنا بس تاني ما ما بسألوا مننا الا لو عندهم كمان مشاركة تاني احنا نمشي. داري تقول لي ليه شنو? والله ان احنا دارين يساعدونا ودارين يجدد الفرق دي فرقة ولا واحد ولا اتنين وتلاتة الفرق دي كلها هنا باتت. ان احنا دارين يجددونا ودارين يشتغل في الفرق دي ولو بلد بدون فرق ما فيها. حسا ياهو الخرطم دي ما شاء الله ناس هده المعاشين لما انطفروا فاطل اردن فاطل دبي ان احنا لسا قاعدين في فاشرنا ده ما مشينا محل. لكن دارين يساعدونا ويصرفونا يدونا جروش عشان ان احنا نعمل شنو? نعمل نقاقير زيادة. نعمل لبس. يقول لبسنا مسترم. وفي رمز معين كده كله قبيل بتلبس لبسة. مستمعينا دي كانت محطة الاحد الليلة في من ولاية شمال دارفور فرقة النجارة اللي بتغني بالسلام والتنمية لربوع دارفور.